بقلنا بالأنجيل أنه من بعد ما يسوع كلم الشعب اللي فاق عدده الخمس تلاف صار مساء وناس جاعت فين يتخيل وتخيل أنت معي كمان النساء والأولاد والصغار عم بيتذمر ويمكن فيه بيناتهم أن أولاد صغار عم بيبكوا نحن الوعاز ومنطلع يوم الأحد على الناس ولما منطول بالوعظة منبلش نحس الجوع عم بيسيطر أكتر ومنفقد الحضور معنا يمكن لازم يكون في عنا ناس يقلوا لنا الناس جاعوا خلينا نبعثهم على البيت هيك صار مع يسوع التلميذ قالوا له الناس جاع خلينا نبعثهم على البيت صار مساء ويسوع بيتحديهم بقلهم أنتوا طعمون نحن ما نحن ما عنا أكل لحالنا شايفوا أنه هيدا الأمر مستحيل شو بدهم يعملوا يسوع بواسط سمكتان وخمسة أرغفة يطعم الجموع وبيفضل عنهم 12 سلية الانكسار هو أسلوب الله بترويدنا تيقودنا إلى خطوات إيمانية بقدرته في وسط الأزمات والصعوبات وأنا أكيد أنه اليوم كل واحد منا عنده خوف مسيطر عليه ما في إلا أن ننكسر بثقة قدام الله ونعرف أنه في الوقت اللي فيه واقع صعب جداً أهرب ما رح يتركنا أثرت فيي قصة أخت مؤمنة رح تشتغراض للبيت وليقت صنف اللي عادة تستخدمه على حرف أخذت كل الموجودات من معلبات من هالصنف بالذات بعدين مرأت إمرأة من حدا وقالت لها ما بقى في من هالصنف قالت لها لأ وشالت من سلتا علبي وعططي إياها وقالت لها أنا بدي شاركك بها العلبي هاي مشكل واحد يعمل هيك نحنا بنعرف أنه الناس تتهافت على السوبر ماركت بتاخد كل شيء بأنانية بتخاف لكن ربي علمنا بالانكسار نتخطى خوفنا والكنيسة تتعلم والمؤمنين يتعلموا أنه نحنا فينا نشارك ونعطي دون خوف لأنه الله جدير بالثقة تالت وآخر شيء رب يحفزنا على خطوة إيمان هو عم بعلمنا بالاختبار شو من بعد اختبار معجزة الخمس تلاف هل بيعطي يسوع تلميذ واستراحة؟ أبدا نحن بالحياة مننتقل من اختبار للتاني لما منحس هلأ صار وقت الاستراحة منكتشف أنه ما في راحة من اختبار إلى آخر من أزمي إلى أخرى هل حدث تغيير كافي بقلوب تلميذ تيتأهلوا للمهم الملقاط على عطقهم؟ تيتمموا بإلي رب عم بعدون لقلوب؟ من بعد ما أطعم يسوع هذا العدد الكبير من الناس ذهب إلى جبل ليصلي أما تلميذ ركبوا السفينة عبروا بحر الجليل مثل ما أوصاهم وبعدين يقول لإنجيل حسب مرقص لما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده ورآهم معذبين في الجذف لأن الريح كانت ضدهم ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا صرخوا من الخوف أما هو فقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا بالعدد 52 يعود مرقص تحت يكشف لأن العلاءة بين هذا الاختبار وما حصل سابقا فقال للتلاميذ أو عبر عن ذلك بالقول لم يفهموا بالأرغفة إذا كانت قلوبهم غليظة هذه حالتي قلب غليظ بده وقته يتعلم بده اختبار تلوي الاختبار تيفهم ثقوا متى بانجيله بيستعمل كلمة تشجع كما ويضيف متى رغبة بطرس أنه يمشي لعند يسوع يمشي على الماء شو بيقل له يسوع لا ما تخاطر بالعكس بيشجع بيقل له تعال تعم شي على المي دهر بإيمانك بيعطيه تحفيز خطوة متل هايدي أخوتي بتطلب مني ومنك أنه نتأكد أولا أنه شايفين يسوع قدامنا اللي بنرغب أن نكون معه بكل الظروف من ثم علينا أن نثق بأنه إذا أمرنا أن نمشي فوق الماء نستطيع وينما كنت وأنت عم تستمع لكلمة رب بقلك إذا كنت عم بتواجه مشاكل وتعقدات كثيرة واستسلمت من بعد ما سيطر عليك الخوف والفزع تشجع ثق ثقي بوسعك وبوسعك أنه تمشي فوق الماء لكن عليك أولا أن تخرج من السفينة إذا كنت أمام تحديات حياة الإيمان مع يسوع ثق تشجع تشجع ذكر يا صديقي أن يسوع يتعامل معك ومعي ونحن مشابهين للتلميذ اللي وصفهم مرؤوس لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة لكن يسوع لم يأس ثلاث سنين ونص لم يأس من تلميذه وهو أيضا لم يأس مني ومنك فهو مستمر بتغيير قلوبنا وترويدنا تنوصل للمرحلة اللي بحفزنا فيها تنقول مثل بطرس مرني أن آتي إليك على الماء حتى بهذاك الإختبار اللي فشل فيه بطرس وببدأ يغرق امتدت يد يسوع عميقاً وانت شلته من المي فتشجع تشجع بها الصباح لأن يسوع ما رح يتركك ويتركك حتى لو وصلنا كلنا لحالة الضعف لأنه مع كل اختبار جديد نتعلم منه أنه بين السماوي وربنا يسوع المسيح هو إله المستحيلات ولا يستحيل عليه أمر إبراهيم صار أباً لأمم كثيرة لأنه آمن بقدرة الله لأن يعطيه نسلة من بعد ما فأت كل أمل تحول ضحك إبراهيم إلى فرح لأنه رب شكل قلبه فانكسر مدركاً أن الله جدير بالثقة وسلم له بالإيمان فأنا أدعوك اليوم حتى تسمع عيونك على يسوع وتثبت إيمانك فيه فهو إلى فوق المستحيلات يسوع لا يتخلى عنك ولا يتخلى عني بخطته لحياتك وحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر